قرار منع المظاهرات غير المرخصة الذي أصدرته الحكومة الجزائرية بدأ بالسريان حيث اعتقل عدد من نشطاء الحراك الشعبي وباشرت العديد من المحاكم بالتحقيق معهم النيابة العامة وضعت قطاعا من الناشطين قيد الرقابة القضائية بينهم استاذ الفيزياء بجامعة قصنطينة جمال ميموني المتهم بالتحريض على تجمهر غير مرخص ورفض الخضوع لإجراءات إدارية اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أعلنت أن أكثر من عشرة أساتذة جامعة اعتقلوا وجرى تقديم بعضهم للنيابة وقضاة التحقيق فيما تم تمديد التوقيف تحت النظر لآخرين محمون جزائريون قالوا في تصريحات صحفية إن تهمة التحريض على التجمهر طالت غالبية الموقفين لدى السلطات بينما نسبت تهمة رفض الخضوع لإجراءات إدارية على كل من رفض التوقيع على وثيقة تعهد بعدم المشاركة في الحراك وأشارت النيابة العامة بمحكمة سطيف أنه تم استجواب 24 معتقلا تسعة منهم تفوق أعمارهم سبعين سنة إضافة لاستجواب 34 شخصا بمحكمة باب الوادي بالضاحية الغربية للعاصمة اعتقلوا أثناء مظاهرة يوم الجمعة الماضي وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية فرض قيود صارمة متعلقة بمنح التراخيص لخروج المسيرات الشعبية التي تحولت منذ عام 2019 إلى عادة دائمة كل يومي جمعة وثلاثاء من كل أسبوع